بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين في هذه الآية يبين السبب في تشريع القتال وقاتلوهم يعني قاتلوا الكفار الذين يقاتلوكم لا لأجل القصاص فقط بل حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون هناك افتتان كالشرك فلا يفتن المسلمون عن دينهم ويكون الدين لله يعني يكون الدين والطريقة في الحياة لله تبارك وتعالى فلا يبقى منهج لسواه بأن ينتصر الحق على الباطل وهما الغاية من القتال وإيجاب الدفاع فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يعني إن انتهوا عن الكفر والمحاربة لكم فلا عدوان لا يتعدى عليهم بالدفاع والقتال فإذا آمنوا لا عقاب على عدوانهم السابق لأن الإسلام يجب ما قبله وسمي عدوانا فلا عدوان إلا على الظالمين مع أن هذا مو اعتداء هذا رد الاعتداء اطلق عليه العدوان بعلاقة المماثلة من باب التشبيه كما يقول الله تبارك وتعالى فمن اعتداء عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتداء عليكم بل لا عقاب إلا على الظالمين الظالمون هم الذين لم ينتهوا عن التعدي على المسلمين فلا عدوان إلا على الظالمين الباقين على كفرهم فإذا انتهى المعتدون عن الفتنة والتعرض لدين الله والتعرض للمسلمين بالأذى والقتال فلا قتال معهم لأن القتال لا يكون إلا مع الظالمين وقد يتساءل أنه كيف نجمع بين حرية المعتقد الذي أقره الإسلام في قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين تشريع القتال ليكون الدين لله وحده خالصا الجواب عن هذا التساؤل من وجهين الوجه الأول لا يكره أحد على تغيير معتقده ولكن قد تكون بعض المبادئها الدامة تنخر قوى المجتمع وتثير الاضطراب وتتحين الفرصة للاستيلاء على الحكم والسلطة فالعاقل يحكم بلوزوم بحاربتها وكسر شوكتها ومنع التبشير بها ولذا منع الغربيون الفكرة النازي والفاشي واعتبروا هذه الأحزاب محظورة مع أنها أحزاب فكرية في الأساس هذا الوجه الأول الوجه الثاني ما هو معنى أن يكون الدين لله معناه سيطرة الطريقة الإلهية على مجار الأمور وحينئذ يعيش الكل تحت كنفها بحرية كاملة ولو سيطرت الأديان الأخرى فأنها لم تكن تعمل بطريقة سليمة حيث كانت تضطهد الناس وتجبرهم على تغيير معتقداتهم وخاصة المشركون حيث كانوا يعادون المسلمين فإذا تركناهم ليسيطروا أو ليحكوا المؤامرات للوصول إلى السلطة كان هذا أمرا مخالفا للعقل بالبداها فلابد من معالجة الأمر ابتداء بإخضاع الجميع تحت سلطة دين الله مع إعطاء الحرية لأهل الذمة في برنامجهم ومعتقداتهم ضمن الضوابط الشرعية والتاريخ خير شاهد على عيش أهل الذمة بأمان في كنف المسلمين بل في بعض الفترات كان اليهود يفرون من مناطق النصارى ويلتجؤون إلى بلاد الإسلام كما يشاهد في التاريخ اضطهادوا العديان الأخرى للمسلمين أي اضطهاد إلى حد إجبارهم في تغيير دينهم كما حدث لمسلمي الأندلوس والحاصل إن الله تبارك وتعالى يشرع القتال في هذه الآية لدرء الفتنة وليكون الدين لله ومن الواضح أن الفتنة أشد من القاتل وهؤلاء الكفار لو انتهوا فلا عدوان عليهم وفي تأويل هذه الآية فلا عدوان إلا على الظالمين عن الإمام الصادق عليه السلام قال أولاد قتلت الحسين عليه السلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين